بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بطلاب الصف الثالث نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ الصف المرحلة التعليم الثانوي نظام المسارات الصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية موضوع درسنا لهذا اليوم تطبيق النظام والمحافظة على الذوق العام الجزء الثاني معكم المعلم ويئام عبد الرحمن ابو النجا ومعلم لغة الإشارة الأستاذ فواز العقيل نبدأ أهداف درسنا لهذا اليوم حققنا بعض الأهداف في درسنا السابق نكمل تحقيق الأهداف في درسنا لهذا اليوم أهداف الدرس أن أعرف مفهوم النظام ثانيا أن أحدد عناصر النظام ثالثا أن أوضح المصادر الأساسية لإشتقاق الأنظمة في الإسلام رابعا أن أعلل أهمية النظام خامسا أن أعرف مفهوم الذوق العام سادسا أن أصف مظاهر الذوق العام سابعا أن أحلل أسباب ضعف الذوق العام في المجتمع ننتقل تعرفنا في درسنا السابق على مفهوم بارك الله فيكم على مفهوم النظام ما هو مفهوم النظام؟ أو عرف النظام؟ بارك الله فيكم هي عبارة عن بعض القوانين بارك الله فيكم والأنظمة التي يجب علينا اتباعها فهنا لدينا مفهوم النظام مجموعة من القوانين والمبادئ والتشريعات والأعراف التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع وبها تنظم الأمور وتقرر الحقوق والواجبات بموجبها يجرم المخالفون ننتقل الآن تعرفنا في درسنا السابق على عناصر النظام ما هي عناصر النظام؟ كانت ثلاثة عناصر ما هي؟ بارك الله فيكم الوظيفة أيضا مقنن أيضا إلزامي ماذا نعني بالوظيفة؟ بارك الله فيكم مبدعين لكل نظام وظيفة تؤدي إلى الإشباع والتناسق تعرفنا على الوظيفة وهي؟ لكل نظام وظيفة معينة ومخصصة ننتقل للعنصر الثاني مقنن ماذا نقصد بمقنن؟ مبدعين بارك الله فيكم له معايير وقواعد ضابطة مرة أخرى مقنن؟ له معايير وقواعد مقننة ضابطة ننتقل إلى إلزامي ماذا أقصد بإلزامي؟ بارك الله فيكم مرتبط بالجزاءات بارك الله فيكم إلزامي مرتبط بفكرة الجزاءات والعقوبات مرة أخرى عناصر النظام وظيفة مقنن إلزامي الوظيفة لكل نظام وظيفة مقنن بارك الله فيكم لها معايير وقواعد إلزامي مبدعين لها جزاءات وعقوبات ننتقل أيضا إلى مصادر الأنظمة ما هي مصادر الأنظمة؟ بارك الله فيكم مصدران المصدر الأول القرآن الكريم والمصدر الثاني السنة النبوية مبدعين ننتقل أيضا إلى أهمية النظام ما هي أهمية النظام؟ بارك الله فيكم مبدعين أولا الكون وما يشمله يسير وفق نظام في غاية الإعجاز ثانيا بارك الله فيكم استخلاف الإنسان في الأرض وهي وسيلة لتحقيق بارك الله فيكم الرسالة ثالثا لا بد من وجود ضوابط وروادع لنماذج التي تسلب حقوق الضعفة ننتقل للشريحة الثانية نبدأ بدرسنا لهذا اليوم بأول مفهوم لنا تعرفنا على مفهوم النظام اليوم سوف نتعرف على مفهوم الذوق العام ماذا أقصد بالذوق العام؟ بارك الله فيكم هي حاسة معنوية مبدعين أيضا بارك الله فيكم فيها مراعى لمشاعر الآخرين وظروفهم بارك الله فيكم نشاهد سويا ماذا يقصد بالذوق العام؟ حاسة معنوية تدعو صاحبها إلى مراعاة مشاعر الآخرين وأحوالهم وظروفهم وله أهمية في كسب تقديرهم والقرب من نفوسهم وهو يدل على كمال في العقل وبعد في النظر واعتدال في المزاج ونباهة في النفس وشعور اجتماعي محبب ومن الذوق الذي دعت إليه السنة ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وإصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شاما من الناس إن الله لا يحب الفحش والتفحش ننتقل الآن إلى فائدة نقرأها سويا وللذوق العام مترادفات عدة منها منها اللياقة اللطف النباهة الحكمة الكياسة الحذق الظرافة الفطانة الرفق مرة أخرى تعرفنا على مترادفات للذوق العام منها فارك الله فيكم اللياقة أيضا اللطافة أيضا النباهة والحكمة والكياسة أيضا بارك الله فيكم الحذق والذرافة والفطانة أيضا الرفق ننتقل الآن التعامل بذوق في مجالات الحياة المختلفة نتعامل بالذوق في مجالات مختلفة منها أثناء الحديث أيضا في المدرسة وفي الشارع أيضا أثناء تناول الطعام بارك الله فيكم فهنا نتعرف سويا كن مراعيا للذوق العام في مجالات معين أولا في الشارع ثانيا بارك الله فيكم مظهرك الشخصي ثالثا مبدعين في المدرسة أيضا أثناء الأكل وتناول الطعام أيضا مخالطتك للناس ولقاءاتك وضيافاتك منتقل الآن في رأيك ما هي مظاهر الذوق العام ما هي مظاهر الذوق العام أريد بعض الأمثلة بارك الله فيكم منتقل الآن إلى نستنتج سويا مظاهر الذوق العام من خلال الفيديو القادم نشاهد الفيديو سويا الذوق العام الذوق هو قمة الأخلاق حين ترتدي أجمل ثيابها فتتألق في الإنسان ليبدو في أبهى صورة وأرقى حضارة قال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أما الذوق العام فهو مجموعة من السلوكات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته حسب الأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم لذا كن مراعيا للذوق العام في الشارع وفي مظهرك وفي أثناء تناولك الطعام ومخالطتك الناس من مظاهر الذوق العام في الحياة الاجتماعية إفشاء السلام الاستئذان القصد في المشي إكرام الضيف عيادة المريض إجابة الدعوة طلاقة الوجه والتبسم تشميت العاطس خفض الصوت ننتقل الآن من مظاهر الذوق العام في الحياة الاجتماعية تستنتجناها من خلال الفيديو القادم مثل طلاقة الوجه أيضا التبسم أيضا الاستئذان وإفشاء السلام بارك الله فيكم نشاهدها سويا من مظاهر الذوق العام في الحياة الاجتماعية أولا الاستئذان ثانيا القصد في المشي ثالثا خفض الصوت رابعا إفشاء السلام خامسا طلاقة الوجه والتبسم سادسا احترام الكبير ورحمة الصغير سابعا عدم الرد على السفيه والشاتم ثامنا التجمل باللبس اللائق تاسعا منادات الناس بأحب أسمائهم مرة أخرى الاستئذان يكون قبل الدخول إلى الصف أيضا قبل الدخول إلى المدرسة بارك الله فيكم ثانيا القصد في المشي ماذا أقصد بكلمة القصد هو التوسط بارك الله فيكم ثالثا خفض الصوت أثناء الحديث وهو من احترام الكبير أيضا إفشاء السلام قبل الدخول إلى المدرسة أو قبل الدخول إلى الصف أيضا طلاقة الوجه والتبسم قال رسول الله الابتسامة في وجه أخيك صدقا أيضا احترام الكبير ورحمة الصغير سابعا عدم الرد على السفيه والشاتم بارك الله فيكم ثامنا التجمل باللبس اللائق تاسعا منادات الناس بأحب الأسماء إليهم عاشرا إكرام الضيف إحدى عشر المصافحة إثنى عشر تشميت العاطس ثلاثة عشر إجابة الدعوة رابعة عشر عيادة المريض خمسة عشر ألا يتحدث أثنان دون ثالث سادسة عشر عدم إمعان النظر في الناس أخيرا المحافظة على نظافة المكان هذه جميعها من مظاهر الذوق العام ننتقل الآن اقرأ نقرأ سويا لائحة المحافظة على الذوق العام من اللوائح الحديثة التي صدرت مواكبة للتغييرات الاقتصادية التي حدثت في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التطلعات الواسعة لجذب المستثمرين الدوليين والسياح في ظل حضور الاهتمام بالهوية الثقافية والخصوصية الاجتماعية فقد صدرت لائحة بقرار من مجلس الوزراء رقم 444 عام 1440 للهجرة للاطلاع على لائحة الذوق العام والعديد من اللوائح قم بزيارة موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ننتقل الآن فكر من وجهة نظرك هل هناك مظاهر أخرى للذوق والأدب في العلاقات الاجتماعية نفكر قليلا بارك الله فيكم احترام كبار السن والتعامل بلطف مع الآخرين احترام حقوق ذو الاحتياجات الخاصة وعدم مقاطعة المتحدث ننتقل الآن في رأيك ما هي أسباب ضعف الذوق العام في المجتمع ما هي نفكر قليلا ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الذوق العام في المجتمع نفكر بارك الله فيكم أول هذه الأسباب ضعف مستوى التربية الصحيحة عند كثير من الأبناء ثانيا ضعف دور المؤسسات التعليمية في التوعية المجتمعية ثالثا تضاءل دور القدوة الحسنة في المجتمع رابعا ضعف التناصح والاهتمام بتنمية الذوق العام خامسا التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وما تنشره من رسائل مخالفة للدين وضارة بالأخلاق مرة أخرى أسباب ضعف الذوق العام ضعف مستوى التربية الصحيحة عند كثير من الأبناء ثانيا بارك الله فيكم ضعف دور المؤسسات التعليمية في التوعية المجتمعية يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية لرفع الذوق العام ثالثا تضاءل دور القدوة الحسنة في المجتمع يجب أن يكون هناك قدوة حسنة في المجتمع لرفع الذوق العام رابعا ضعف التناصح والاهتمام بتنمية الذوق العام أخيرا التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وما تنشره من رسائل مخالفة للدين وضارة بالأخلاق ننتقل للشريحة الأخرى مصادر تسهم في تعلم الأدب والذوق العام ما هي مثل؟ بارك الله فيكم القرآن الكريم أيضا السنة النبوية أيضا السيرة بارك الله فيكم أيضا القراءة فمصادر تسهم في رفع الذوق العام والآداب أولها القرآن الكريم ثانيا السنة النبوية ثالثا كتب الأخلاق وسيرها رابعا المطالعة والقراءة ترفع الذوق العام أيضا المخالطة الاجتماعية لأهل العلم والفضل ننتقل الآن إلى نشاط رقم ثلاثة نقرأ سويا لاستعمال الطريق آداب وسلوكيات تعد من الذوق العام وضح آداب استعمال الطريق بأسلوبك الخاص معززا إجاباتك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة نوضح آداب استعمال الطريق ما هي آداب استعمال الطريق؟ بارك الله فيكم من آداب استعمال الطريق أولا عدم الجلوس في الطريق ثانيا بارك الله فيكم عدم رمي النفايات في الطريق ثالثا مبدعين إماطة الأذى عن الطريق رابعا غض البصر خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى آداب الطريق أولها بارك الله فيكم عدم الجلوس في الطريق ثانيا عدم رمي النفايات في الطريق ثالثا إماطة الأذى عن الطريق أيضا بارك الله فيكم غض البصر أخيرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننتقل إلى الدليل عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه فقال إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا نستنتج من هذا الحديث آداب الطريق وهي أولا غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننتقل الآن تعرفنا في درسنا لهذا اليوم التعامل بذوق في مجالات الحياة المختلفة في بارك الله فيكم أولا في الشارع وفي المدرسة وأثناء تناول الطعام أيضا في الملبس فهنا تعرفنا كن مراعيا للذوق العام في أولها في الشارع ثانيا مظهرك الشخصي أيضا في المدرسة أيضا أثناء الأكل ومخالطتك للناس ولقاءاتك وظيافاتك أيضا تعرفنا في درسنا لهذا هذا اليوم مظاهر الدوق العام واستنتجناها من خلال الفيديو استنتجنا أول هذه المظاهر بارك الله فيكم مبدعين الاستئذان قبل الدخول أيضا بارك الله فيكم القصد في المشي وهو توسط بارك الله فيكم ثالثا خفض الصوت وعدم ارتفاع الصوت بارك الله فيكم رابعا افشاء السلام قبل الدخول أي مكان أيضا طلاقة الوج والتبسم أيضا بارك الله فيكم احترامي الكبير ورحمة الصغير أيضا عدم الرد على السفيه والشاتم أيضا التجمل باللبس اللائق أخيرا منادات الناس بأحب أسماءهم مرة أخرى مظاهر الذوق العام أولها الاستئذان التوسط في المشي خفض الصوت إفشاء السلام أيضا بارك الله فيكم طلاقة الوجه والتبسم أيضا احترامي الكبير عدم الرد على السفيه والتجمل باللبس أخيرا بارك الله فيكم منادات الناس بأحب الأسماء إليهم ننتقل الآن أيضا تعرفنا في درسنا لهذا اليوم أسباب ضعف الذوق العام في المجتمع وهي خمسة أسباب ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الذوق العام أولها التربية أيضا بارك الله فيكم ضعف دور المؤسسات التعليمية أيضا بارك الله فيكم تضاءل دور القدوة الحسنة أيضا مبدعين ضعف التناصح والاهتمام بتنمية الذوق العام أخيرا التأثير السلبي من بعض وسائل بارك الله فيكم التواصل الاجتماعي أسباب ضعف الذوق العام في المجتمع ضعف مستوى التربية الصحيحة عند كثير من الأبناء ثانيا ضعف دور المؤسسات التعليمية في التوعية المجتمعية ثالثا تضاءل دور القدوة الحسنة في المجتمع رابعا ضعف التناصح والاهتمام بالتنمية الذوق العام أخيرا التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وما تنشره من رسائل مخالفة للدين وضارة بالأخلاق ننتقل الآن حققنا جميع الأهداف في درسنا اليوم حققنا الهدف الأول أن أعرف مفهوم النظام في الدرس السابق أيضا حققنا أن أحدد عناصر النظام في الدرس السابق أيضا أن أوضح المصادر الأساسية لإشتقاق الأنظمة في الإسلام وأن أعلل أهمية النظام هذه حققناها في الدرس السابق في درسنا لهذا اليوم حققنا الهدف أن أعرف مفهوم الذوق العام أيضا حققنا هدف أن أصف مظاهر الذوق العام أخيرا أن أحلل أسباب ضعف الذوق العام في المجتمع وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم حسن الاستماع والإنصات أراكم قريبا إن شاء الله